بحضور قيادات السلطة المحلية والمجتمعية والسياسية بمحافظة تعز يحتفل فرع التجمع اليمني للإصلاح بالذكرى التاسع والعشرين لتأسيس الإصلاح وتحت شعار نحو تعزيز الوحدة الوطنية عيد الوطنية الجمعية من السلطة التاسع والعشرين والذي يمثل صمام أمان للوحدة اليمنية عيد نقصد روح المجتمع الواحد بظل هذه الحروب الطاحنة التي يتم رجوع البلاد وبمشيئة الله عز وجل سوف نكون عند حسن وطننا الجميع وسنكون جرعا حصين بالحماية على وحدات واستقلالية الوطن دستورنا اليمني يبنى على التعددية الحزبية وإيجاد مساحة دمقراطية وحرية الرأي والانتماء لبناء دعائم الدولة الاتحادية القادمة اليوم الدكرة التاسع والعشرين من تأسيس حزب التنمع اليمني للإصلاح وهذا اليوم يركب المنى يوم ميلاد الوطن الجديد حيث أنه دائما ينهض إلى بناء دولة مدنية ودائما يقوم في إسناد الدولة للتقدر والنهوض وتكون دولة مدنية حدثة دائما الأحزاب السياسية على أحزاب الإصلاح مرثارهم الواحد وهو تعزيز الوحدة اليمنية دائما ديدانة كل اليمني عائم خالد